مشاهدين الكرام أهلا بكم في النشرة الجوية وقدمها لكم من قناة النهار أول قناة إخبارية في الجزائر إذن تتوقع مصالح الأرساد الجوية تغير في حالة التقس وتراجع في درجات الحرارة بدءا من الجمعة على المدن الشمالية للوطن مع جواء غائمة مرفوقة بأمطار يومي السبت والأحد على المدن الوسطى والشرقية نستهي نشتنا الجوية بصورة القمر الاستناعي توضح لنا صورة القمر الاستناعي يجوى مغشا جسيا على أغلب المناطق الشمالية نصل بكم مشاهدين على تفاصيل الوضعية الجوية اليوم الجمعة بداية بالصبيحة نتوقع جوى مشمسة على العموم على أغلب المناطق الشمالية مع تشكر صحب كثيفة بالسواحل الوسطى والشرقية بالجنوب جوى من صافية إلى مغشا جسيا على أغلب المناطق الجنوبية درجات الحرارة الدنيا لصبيحة الجمعة تصل إلى 20 درجة على وهران واتيزي وزو حتى لغوات 20 درجة بالجزائر العاصمة وقلمة 23 درجة بعنابة 28 درجة على عين سلاح 26 درجة أدرار 17 درجة على تندوف 25 درجة على إليزي وجانات و26 درجة بعين جزا في ظاهرة الجمعة نرتقب بإذن الله أجوى مشمسة على العموم على كل المدن الغربية والمدن الوسطى سمى مغشات جسيا بالسواحل الوسطى حتى المدن الشرقية تشكل خلايا رعدية منعزلة مع أجوى مغشات من جنوب السورة نحو مرتفعة الهجر والتسلي والجنوب الشرقي درجات الحرارة القصوى لظاهرة الجمعات تصل بإذن الله إلى 26 درجة على وهران 22 درجة للجزائر العاصمة وعنابة 30 درجة على قلمة زيوزو سنسجل 36 درجة بلغوات 43 درجة بعين سلاح 42 درجة على أدرار 34 درجة على تندوف 41 درجة على إليزي وجانات 38 درجة بعينقز نصل بكم مشاهدين لحالة البحر اليوم الجمعة سيكون بإذن الله قليل الاتراب على السواحل الغربية والوسطى وفق رياح تكون متغيرة الاتجاه إلى الشمالية الشرقية تتراوح سرعتها من بين 20 حتى 40 كم في الساعة بالسواحل الشرقية يكون البحر قليل الاتراب نتيجة رياح جنوبية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها من بين 20 حتى 30 كم في الساعة قبل أن نختم نشاتنا الجوية نتجه اليوم لولاية جلمة والتي تقع في الشمال الشرقي من الجزائر فإن التقص بها أيام الجمعة السبت والأحد سيكون غائم مع درجات حرارة دنيا تتراوح ما بين 18 و21 درجة أما درجات الحرارة القصوى ستتراوح ما بين 27 و29 درجة الريح فيها تصل إلى 30 كم في الساعة أما نسبة الرطوبة ستكون مرتفعة نوعا ما حيث ستصل إلى حوالي 80% كالعادة نختم هذه النشرة الجوية بالمعلومات الفلكية لشرق وغروب الشمس التي تخص الجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن مشاهدين الكرام كانت هذه توقعاتنا لأحوال التقص يوم الجمعة والله أعلم شكرا لكم على المتابعة في أمن الله